وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي مع سفير التركي بصنعاء فضليت شورمان جملة من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين البلدين وسبول تعزيزه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة وناقش الجانبان القضايا المتصلة بتنفيذ بعض المشاريع التي تعتزم الحكومة التركية تمويلها في اليمن في العديد من القطاعات الاقتصادية في بلادنا وبهذا شأن جدد وزير التخطيط والتعاون الدولي ترحيب اليمن بالاستثمارات التركية من جهتها يكد سفير التركي بصنعاء استعداد حكومة بلاده تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لدعم العملية السياسية القائمة في اليمن